السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين اياه يا رب تكونوا بخير واهلا بكم في فيديو جديد في قناة طه للربح وان شاء الله النهاردة معانا منصة اسمها دولار تري منصة من منصات المهام يا شباب بس قبل ما نبدأ الشرح ياريت تكون مشترك في القناة ومفعل زر الجرس لتكون فائز من الفائزين معانا في التعليقات على كل فيديو وان شاء الله بنوزع اربع جوائز على اربع اشخاص فياريت تكون مشترك في القناة وعمل اعجاب للفيديو وكمنت عشان تكون فائز معانا ودلوقتي ازاي معاودتكم هنشرح طريقة التسجيل ازاي الاول وبعدين هنشرح المنصة من الداخل عشان تسهل على نفسك بتختار اللغة وبتبدلها للغة اللي هتريحك في التسجيل ونبدأ بقى ان احنا ندخل معلومات التسجيل البريد الاكتروني الاول وكلمة المرور ونأكد كلمة المرور ونعمل كلمة مرور المعاملة كلمة مرور السحب انت خليهم كلهم نفس كلمة المرور عشان ما تحترش في اي حاجة وهنا قد الدعوة هتلاقي ذي لو ملقتوش هسيبهولك في الوصف وهنا هتكتب رقم الهاتف او التليجرام او حساب التليجرام اللي انت عامل به معرفة التليجرام وبعدين بتضغط على سجل اول ما بتضغط على ريجستير او سجل بيفتح معك الحساب مباشرة طبعا عشان مسجل فسجل دخول وارجع له كوتان ورجعت الكوتان يا شباب بعد ما سجلنا دخول الى المنصة المنصة تفتح معنا بالوجهة دي يا شباب طبعا هيكون عندك الفي اي بي زير وهيكون معك عشرة دولار يا شباب دي ما بنفعش تعمل المهام لازم تكون باداعة الاقل عشرة دولار عشان تقدر تعمل المهام وتسحب دلوقتي انا حبيت بس افكركم ان شاء الله يكون توزيع الجوائز في اخر الفيديو بإذن الله على المشتركين ودلوقتي بإذن الله هنكمل شرح المنصة دلوقتي طبعا اقل حاجة الفي اي بي واحد هتكون بيداع عشرة دولار وخمس مهمات في اليوم بربح يوم مية واحد وعشرين دولار كل يوم طبعا انا المنصات المهام دي بيكون عمرها قليل من اسبوع لعشر ايام فانا بنصحكم ان محدش يرقي اكتر من الفي اي بي واحد اصد بيكون عمرها من عشر ايام الى شهر او خمستاشر يوم فانا بنصح ان محدش يعمل اكتر من الفي اي بي واحد حتى لو في اي حاجة المنصة اكتر من الفي اي بي واحد بربح يومي اه واحد وعشرين سنت دولار وواحد وعشرين سنت والفي اي بي اي بي اي بي اه ربح يومي خمسة دولار وايداع مية واربعين دولار دلوقتي يا شباب هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي هنعمل اداع في المنصة عشان تفعل الفي اي بي واحد انا عملت اداع وضفت المبلغ وفعلت الفي اي بي واحد كل اللي انت تعمله عشان تفعل الفي اي بي بتضغط على تعبئة الرصيد وسهل خالص الاداع واسحبة الكو يا شباب بيوصل في نفس اللحزة كل اللي انت بتعمله بتضغط على الرابط ده نسخ وبتاخد الرابط وبتروح المحفظة تعمل تعبئة للرصيد وتتأكد ان العملية اكتملت على المحفظة وبترجع هنا بترجع هنا تضغط على كلمة ارسال. اول ما بتغط على كلمة ارسال بترجع للخلف فبتلاقي رصيدك هنا كان عشر دولار بتلاقيه بliaير عشرين دولار. دلوقتي بعدما رصيدك بيتعبه بتضغط على الصفحة الرئيسية وبتفتح معاك الصفحة الرئيسية بالطريقة دي. طبعا بتلاقي الفي اي بي واحد مباشرة اتفعال معاك. دلوقتي بيفتح معاك المهام بتضغط على المهمة وبتاخد المهمة بتضغط عليها ارسال وبيرجعك تاني بتاخد المهمة التانية وبتضغط عليها ارسال وبتاخد المهمة التالتة وبتضغط عليها ارسال وبتاخد المهمة الرابعة خمس مهام في اليوم الفي اي بي واحد بربح يومي واحد دولار وعشرين سن وبتضغط على ارسال كده اخدنا الخمس مهام بتأكد ان احنا خلصنا المهام كلهم هنا بربح يومي 1 دولار و 20 ست بتلاقي رصيدك ذات هنا بالسحب الرصيد اللي فوق العشرين دولار دلوقتي عشان نسحب بنضغط على ينسحب بعد ما بنضغط على ينسحب بيقولك لازم تضيف عنوان محفظة اليو اس دي تي بنضغط على ارسال وبنضغط على اضافة طريقة السحب دلوقتي هيقولك حط اسمك و بريدك الاكتروني و رقم هاتف و اي عنوان حط اي معلومات واي حاجة و اهم حاجة بس هنا عنوان محفظة اليو اس دي تي عشان السحب اللي هيكون هيوصل لك عليه و كلمة مرور دفع اللي احنا قلنا عليها هنحط لكمل المعلومات دي وارجع لكو تاني وارجع تلكو تاني يا شباب طبعا عشان المعلومات ما درتش اخفيها دلوقتي بعد ما بتكمل المعلومات بتضغط على اوكي بيضيف عنوان محفظة اليو اس دي تي طبعا كله عارف طريقة ازاي اضافة المعلومات بترجع للخلف وبيكون اضاف معاك على طول النوان المحفظة وفتحت معاك قائمة السحب دلوقتي هنا بتكتب المبلغ اللي هو فوق زي ما هو كده بتكتب دولار و 20 سنت اللي هو الحد الادنى للسحب هو 1 دولار دلوقتي يا شباب بتكتب المبلغ وبتكتب كلمة مرور السحب وبتضغط على ارسال دلوقتي بيقول لك يا شباب الحد الادنى للسحب 1 دولار مرة واحدة في اليوم الحد الادنى 1 دولار فانا هدخل المبلغ السحب وكلمة المرور وارجع للكتان وارجعت للكتان يا شباب بعد ما دخلنا المبلغ وكلمة المرور بندغط على ارسال بيقولك طلب السحب ناجح بنستنى بقى السحب هيوصل لنا على بيناس بعد عده دلوقتي سحبنا الساعة 2 58 بتوقيت مص نرجع للخلف ونشوف سجل السحب مع بعض دلوقتي ده يا شباب سجل الاستثمار اللي هو فيه الرصيد هنا بيشوف سجل السحب اهو بيقولك ناجح مباشرة يا شباب ما كملش حتى دقيقة هنروح نشوف وصل على بيناس ولا لا وارجعت لكم تانا يا شباب اهو السحب وصل على بيناس مباشرة جلنا الاشعار باستلام مبلغ 1 دولار و20 سنت وصل في نفس اللحظة ما كملش دقيقة 1 دولار و20 سنت اهو وصل معنا نروح نشوف وصل على المحفظة ونضغط على ونشوف اخر عملية اداع وصلت اهو منذ خمسين ثانية 1 دولار و20 سنت وصلت المحفظة وصلت بالزبط اهو الساعة الساعة 2 بالزبط وصلت بتوقيت مص وده بتوقيت الموحد وان شاء الله ده طريقة اعمال المنصة المهام بتنزل الساعة 6 بتوقيت مصر فان شاء الله دي تكون منصة كويسة وانا برضو بقول كل شخص مسؤول عن اداعه احنا بتجرب في المنصة دي وانا بلصح محدش يعمل اداع بمبالغ كبيرة خليك في البي اي بي واحد فقط تمام يا شباب ودلوقتي هنبدأ بتوزيع الجوائز على مشتركين القناة ورجعنا تاني يا شباب ودلوقتي هنختار الفائزين معنا في القناة طبعا انا دلوقتي هختار على اخر فيديو معنا في القناة اللي هو انا الزناء مبارح طبعا انتو زي ما انتو عارفين كل فيديو بنوسع عليه جوائز هناخد الرابط نسخ ونروح على موقع اعجلة الحص ونحط الرابط نحط الرابط هنا لصق وبنضغط على احصل على التعليقات دلوقتي معنا تلاتة وعشرين تعليق هنبدأ بقى ان شاء الله نشوف مين الفائزين معنا الاربع فائزين محظوظين ونبدأ نحصل على التعليقات معنا يا بشير امجد يريد يا بشير بنتي تواصل معي على التليجرام عشان تستلم الجايزة وندوس ابدأ الفائز التاني شروحات الامير مبروك يريد تواصل معي على التليجرام عشان تستلم الجايزة مبروك للفائز التاني كله يتابع معنا يا شباب في جروب التليجرام عشان يشوف اسبتات تسليم الجوائز ويتابع معانا اخر اخبار المنصات عشان لو في اي حاجة اقولك اسحب تسحب ده الفائز التالت معانا سيد مؤمن يريد تتواصل يا سيد معايا على التليجرام عشان تستلم الجايزة مبروك للفائز التالت والفائز الاول والفائز التاني والفائز الرابع الاخير معانا يريد تتواصل معانا اي بي دي يريد تتواصل معانا عشان تستلم الجايزة وتعليقك الجميل استمر فبالتوفيق للجميع وإن شاء الله يكون معنا فائزين أكتر في كل فيديو بإذن الله وبالتوفيق وأتمنى أن يكون إن شاء الله الشرح أعجبكم وما تنسوش تشتركه في القناة وتفعل زر الجرس وطبعا شروط الجائزة معروفة أنك لازم تكون مشاهد الفيديو للآخر لأن أنا بيظهر عندي كل حاجة في استوديو يوتيوب أن لازم يكون مشاهد الفيديو للآخر وعمل إعجاب وكومنت ومتفعل زر الجرس ومشترك في القناة فبالتوفيق للجميع وإن شاء الله تكون كل الجميع يفوز معنا بالتوفيق